لا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لا تتخين لا تتخين لا تتخين لا تتخين لا تتخين لا تتخين وأي هلاك هذا الذي نشتريه بأموالنا ونضر به أجسامنا ونخالف به خالقنا سبحانه وتعالى وإذا ما عدت أيها الإنسان إلى صوت العقل والضمير وأردت أن تجنب نفسك وغيرك هذه المخاطر والويلات فتذكر أن الله سبحانه وتعالى ما خلق داء إلا وخلق له الدواء جاء تجمع طلبة أكاديمية